مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب من هو الله في الإيمان المسيحي؟ وما الذي يميز الله في إيماننا المسيحي عن سورة الله في أي إيمان آخر؟ نعم نؤمن أن الله هو الخالق نؤمن أنه هو خالق كل الأشياء الأشياء التي نراها والأشياء التي لا نراها العالم المرئي والعالم الغير المرئي هو وحد الإله هو إله واحد هو قدوس بار عادل صالح لكن في الإيمان المسيحي أيضا في نقطة مهمة جدا في شخص الله وهي التي تميز الله عن أي إيمان آخر عن شخص الله موجود حوالينا وهذا الإيمان هو أن الله محبة محبة الله ليست من اختراع البشر مش لأن إحنا حبين لحنا يكون محب فأولنا إن الله محبة لا لا محبة الله هي إعلان الله عن نفسه الله أعلن عن نفسه بهذا الشكل أعلن أنه رحيم طويل الروح وكثير الرحمة أعلن أنه طبيعة المحبة وكذا موضوع حلقة اليوم هو محبة الله محبة الله موضوع مهم يمكن سمعنا كتير عنه لكن حلو أن إحنا ناخده ونفسسه شوية بشوية ونتناول هذا الموضوع من جوانب متعددة لكي ما نفهم وندرك محبة الله من نحونا نحن البشر رسول يحنى كتب عبارة جميلة جدا في يحنى الأولى أصحاح أربعة وفي عدد تسعة وعشر وعدد ستة وعشر يقول ليه بهذا أظهرت محبة الله أظهرت محبة الله فينا أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به في هذا هي المحبة ليس أننا نحن أحببنا الله بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطيانا ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا الله محبة بهذا أظهرت بهذا برهنت أعلنت الله برهن عن محبة لنا كيف برهن الله عن محبة لنا يقول أنه قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به ولما نتكلم عن ابنه الوحيد لا نتكلم عن التناسر الجسدي فالله روح وحاش لله أن نفكر فيه بهذا الشكل لكن عندما نتحدث عن ابنه الوحيد نتحدث عن كلمة الله الأزلي كلمة الله الأزلي الذي قيل عنه في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان في هذه عش كده يقول لنا يحن هنا أنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به الغرض هو أن نحيا وأن يكون لنا حياة وعش كده الرب يسوع قال أنه قد أتى ليكون لنا حياة بل أفضل حياة الحياة الأفضل في هذا هي المحبة ليس أننا نحن أحببنا الله مش إحنا اللي بادرنا لا لا هو اللي بادر بالمحبة بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة كفارة لخطيانا عش كده رسول بولي سؤول أن الله بيّن برهن أزهر محبة لنا وإذ ونحن بعد قطاع مات المسيح من أجلنا إن الله محبة الله في الإيمان المسيحي كما أعلنه لنا شخص رب يسوع المسيح هو محبة الله محبة طيب يعني بردو لما أقول إن الله محبة لما يكلم الكتاب عن حكمة الله ولما يكلم الكتاب عن قوة الله ولما يكلم الكتاب عن محبة الله ماذا يقصد؟ حكمة الله هي تعبير عن فكرة الله يعني لما يقول إنه حكمة الله يعني يستخدم التعبير حكمة كويس الحكمة هي التصرف الحسن في الوقت الحسن كويس صنع كل شيء حسنا في وقته فلما يقول لي عن حكمة الله هو أصدر يعبر عن فكرة الله فكرة الله زي ما احنا بنقول الإنسان ده حكيم أفكاره كلها مليانة حكمة طيب لما يعبر الكتاب عن قوة الله كويس أوقات قوة الله بتعبر عن ذراع الرب القديرة أنه يستطيع كل شيء تعبر عن قدرة الله الغير محدودة لكن لما يكلمني عن محبة الله هو بيكلمني عن قلب الله أحشاء الله وزي ما قلت لازم نكون حارصين وإحنا بنحاول نفهم هذه الأمور لما نقول فكرة الله زراع الله قلب الله نحن لا نتحدث عن كائن جسدي مثلنا كويس الله بيستخدم التعبيرات اللي احنا نفهمها فلما يقول مثلا رب أخرجهم من أرض مصر بذراع قديرة ما ينفعش أن أنا أتخيل أنه ربنا عنده زراع وهذه الزراع زراع قوية فيها عضلات قوية لها طول معينة لأنه ده أمور مادية لكن الله عايز يوصل لي أنا قدرته فأنا كبشر بفهم القدرة من حيث الزراع القديرة القوية كويس فعش كده ممكن يستخدم الزراع للتعبير عن القدرة أنا بفهم الحكمة من خلال الفكر فقدر أقول آه ده أفكاره حكيمة أنا بفهم محبة شخصة أقول أنه قلبه كبير أحشاءه مليانة رحمة كويس فالتعبيرات دي تعبيرات بشرية استخدمت بالروح القدس لكي ما توصل لنا الحق الإلهي عن حكمة الله فكر الله قوة الله وعن محبة الله طيب معرفة الله هي اختبار من حق كل شخص من حق كل إنسان أنه يختبر محبة الله لأنه محبة الله هي للكل وليست للخاصة الله أحب العالم أحب كل البشر بألوانهم المختلفة بجنسياتهم المختلفة بطبائعهم المختلفة بكل ما فيهم الله أحبهم وعش كده كل إنسان مهما كان هذا الإنسان عنده الحق إنه يختبر محبة الله عنده الحق إنه يختبر محبة الله وعنده الإمكانية إنه يختبر محبة الله المشكلة مش بتكون في محبة الله المشكلة بتكون في الإنسان نفسه إنه يريد أو لا يريد يحب إنه يعرف الله المحب أو إنه يقول للرب ابعد عنه وبمعرفة طرقك لنصر المشكلة ليست في الله نهائي المشكلة هي في الإنسان الخاطئ لكن محبة الله هي حق لكل إنسان إنه يستطيع أن يختبرها ويستطيع أن يتمتع بها عش كده الرسول بوليس يقول لنا إيه لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعتلنة إنه كلمة كلمة إنه انسكبت يعني كلمة انسكبت يعني غمرت فاضت عارفين لما ييجي مطر كده ويحصل نوع من الفيضان للمية كويس إنه لما الإنسان بيمتلئ من الروح القدس بيمتلئ من محبة الله محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعتلنة معرفة واختبار محبة الله هي بتعيش الإنسان السماء على الأرض عاش كده لما بنقرى تاريخ الكنيسة وبنقرى عن رجال الله القدسين اللي عاشوا وتألموا وأعطوا حياتهم من أجل رب هم اللي عملوا كده لأن محبة الله امتلأت وامتلكت قلوبهم فأحب الرب الإنسان بطبيعته ما عرفش يحب ربنا لكن لما بيأتي إلى الله وينسكب الروح القدس في قلبه الإنسان بيمتلأ بالحب لله الله محبة دي الحقيقة المهمة جدا في إيماننا المسيحي الله محبة يعني دايما الواحد لما يقرى مثلا الأسماء الله الحسنة 99 اسم من أسماء الله لا تجد أبدا إنه اللي كتبهم أو اللي حطوهم حط فيهم المحبة حط صفات أخرى كثيرة جدا سواء نتفق عليها أو نختلف ويس منها المضر ومنها الماكر يعني من الصفات الإنسان ممكن يعني يستغرب إنها موجودة في الله لكن هي موجودة في الإيمان أو العقيدة الإسلامية لكن لماذا لم يضع المسلم من ضمن صفات الله المحبة لأن القرآن لم يحتوي على هذا الإعلان لأن المسلم لا يستطيع أن يعرف معنى المحبة بدون المسيح بدون المسيح فالمسيح هو هو تجسد محبة الله على الأرض عشو كده كان يقول يصنع خيرا يشفي كل المتسلط عليهم إبليس الله الله محبة لما يقول لنا هنا إن الله محبة هو بيكلم عن أنه إله بيكلم من هو هذا الإله اللي بيقول عنه رسول يحنى سوري أنه محبة مين هو هل هو إله يختلف عن الله في العهد القديم ويس طبعا لا وأنا يعني هتكلم عن النقطة دي في حالة خاصة إنه الله في العهد القديم هو هو في العهد الجديد هو هو لم يتغير لم يتغير في صفاته ولم يتغير في طبيعته ويس فالله إله العهد القديم يهو هو هو إله العهد الجديد لم يتغير بكل تأكيد لا لأن الله لا يتغير الذي هو ليس عنده دوران ولا ظل تغيير طيب مين هو لو بدأنا نفتح الكتاب المؤدس أو الحقيقة بنعرفها عن الله المحب أنه هو الإله الذي خلق الكون وكل ما فيه بكلمة في البدء خلق الله السماوات والأرض في البدء كل ما فيه ما يرى وما لا يرى هو الإله الخالق الإله الذي يحبني ويحبك ويحبك هو خالق الكون هو الإله العالي المتسامي الذي قال فكان وأمر فصار هو الإله الخالق ودي حقيقة بيقولها الكتاب المؤدس وبيأكدها الكتاب المؤدس إنه الإله الذي يحبنا هو الإله الذي أوجد كل الأشياء كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فهو الإله الخالق هو الإله الذي خلق الإنسان على صورته وعلى شبهه ولما كلم هنا بردو عن الصورة ولما كتاب يكلمني عن الصورة هو لا يقصد إنه أنا مخلوق من النحية المدية على صورة الله فألنا إن الله روح هو شخص بين كائن روحي وعش كده لا يمكن أبدا إنه نفهم الآية دي إنه خلقنا على صورته إن الله لي عينين فأنا لي عينين الله لي أذن الله لي فم فربنا خلقني لي أذن ولي فم دي صورة بعيد جدا عن اللي بيكلم عنه كتاب المعدس خلقني ككائن مفكر كائن يتواصل كائن عاقل كائن حر ويس ده لما يقصده عش كده الإنسان صار رأس الخليقة الله جعل الإنسان رأس الخليقة مما أعطاه من امتيازات وحقوق وواجبات أيضا فهذا الإله الذي يحبني هو الإله الذي خلقني على صورته وعش كده مش ممكن أبدا لي أنا كشخص إني أرتاح بعيدا عن هذا عن العلاقة مع الله هو خلقنا لذاته خلقنا لذاته مش خلقنا كعبيد خلقنا لكي يكون لنا شركة معه وفي الإيمان المسيحي لكي نكون أبناء له وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله هذا هو الامتياز هذا هو الحق لكل إنسان بيعرف المسيح الإله الذي أدان الخطيئة هو أيضا الإله القدوس مش معنى أن ربنا بيحبني أنه يتغادع عن الخطيئة ويعني فيه فيه أباء وأمهات بيفسدوا أولادهم محبتهم محبة مفسدة لأولادهم يعني أولادهم يخطئوا لا يربونهم ولا يعاقبونهم على خطاياهم إلهنا القدوس يكره الخطيئة يبغد الخطيئة يدين الخطيئة ولا يترك الخطيئة إلا عندما يدينها كويس لكن يحب الخاطئ ويريد أن يخلص الإنسان الخاطئ ويريد أن يعطي حياة جديدة للإنسان الخاطئ عشو كده مهم جدا في الإيمان المسيحي أنه نفهم هذا وسبب من أسباب مجيء المسيح هو أن يحمل عقاب الخطيئة الذي وقع علي وعليك لأن أجرة الخطيئة موت وكان لابد أن يحمل المسيح موتي وموتك على الصليب الذي أدان الخطيئة لكنه أيضا الإله الذي أرسل التفان وأغرق كل الأرض ودي حقيقة أنا أخذكم كده بس بسرعة في الكتاب المؤدس حتى نوريكم إلى أي مدى عندما يتحدث الكتاب عن الله محبة من هو هذا الإله الذي يقول عنه أنه محبة هو الإله الذي أرسل التفان طب لي أرسل التفان لأن الناس لم تتوب طب لي أغرق كل الأرض لأن الأرض لم تتوب لم تعد عن خطاياها لم تسمع دعوة الرب أنه ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتوب إلى الرب الإله الذي أدان سدوه معمورة وأرسل نار وكبريت من السماء هو هو ما اختلفش هتقول لي بس ده يتعارض مع المحبة عمره ما يتعارض مع المحبة كون الله محب لا ينزع من الله كونه أنه قدوس وبر فصفات الله لا تتعارض مع بعض طبيعة الله وصفاته لا يوجد تعارض مع بعض زي ما هو كامل في القداسة هو أيضا كامل في المحبة وزي ما هو بيعطي فرصة للإنسان الخاطئ أن يتوب ويعود هو أيضا بيدين الإنسان الخاطئ إذا استمر في خطيته ورفض صوت الله بالرجوع والتوبة لا يوجد تعارض لا يوجد تعارض يسوع المسيح الذي كان يقول ويصنع خيرا يسوع المسيح الذي شفى وتحنن وأقام الموت وأشبع المرضى نفسه تحدث مرات ومرات عن إنه هناك دينون أبدية وهلاك أبدي هو هو ما اختلفش ما اختلفش الإله الذي دعا إبراهيم واسحاك وهو إله إبراهيم واسحاك ويعكوب الإله الذي خلص شعبه من العبودية وأدان المصريين هو يستطيع كل شيء هو الذي شق البحر هو الذي خلصهم من يد فرعون هو الذي أنقذهم من العبودية من أرض مصر الإله الذي عاقب شعبه على خطياء فسامح لهم بالساب هو هو نفس الإله الإله الذي أرسل ابنه وحيده كلمته الأزل إلى العالم ليخلص الخطأ أي إراية سطحية لكلمة الله ممكن توصلك أنه لا 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 سورة هذا الإله يختلف عن يسوع المسيح بس هذا كراءة سطحية وكراءة خاطئة ولا يمكن أبدا أن تتماشى مع كلمة الله فيسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد ما فيش اختلاف كون إن الله ديان لا يتعارض مع كونه محب كون أن الله قدوس لا يتعارض مع كونه أنه رحيم كون أن الله يعني يدين بهلاك أبدي الخطاط الذين استمروا في خطاياهم ولم يتوبوا لا يتعارض مع كونه أنه أرسل ابنه الوحيد خلاصا للعالم لا يوجد تعارض ولا تناقض إلا في الزهن المريض اللي عايز يأخذ حاجة جانب واحد من الله ويتير به عايز بس يشوف الله المحب الله يعني الذي لا يدين أحد الله الذي لا يرسل أحد إلى الهلاك الله الذي لا لا يتحدث عن الهلاك الأبدي والدينونة والنارة التي لا تطفأ والدودة الذي لا يموت هو عايز إله كيوت إله كيوت بس ده إله مصنوع على صورة الإنسان ده إله مصنوع إحنا لسنعناه لو لو هو كده لكن زي ما الله قدوس هو قدوس في محبته زي ما الله عادل هو أيضا عادل في محبته هو لا يختلف ولا يوجد تناقض أبدا بين صفات الله بعضها مع البعض فهو كامل في صفاته كامل في قدسته كامل في محبته كامل في بره كامل في عدله وزي ما أيضا كامل في قضائه عن هذا الإله هذا هو الإله اللي تكلم عن يحن هنا هو هو الله محبة الله محبة طيب إيه السمات سمات محبة الله سماتها أو خصائصها بما أن الله موجود بذاته فمحبته ليست لها بداية بمعنى أنه محبة الله محبة أزلية محبة منذ الأزل يعني خلينا نحطها بطريقة أخرى ما فيش وقت من الأوقات كان الله بدون محبة حتى أبل الخليق حتى أبل الخليق لم يكن هناك زمن من الأزمنة كان فيها الله بدون محبة لكن محبة الله أزلية لأن الله أزلي لأن الله أزلي وعش كده محبة الله هي أزلية كمان مش بس إنها أزلية لكن محبة الله أيضا أبدية إلى الأبد إلى الأبد لأن الله أبدي عش كده يقول محبة أبدية قد أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة في أرمية وثلاثين محبة الله زي ما هي منذ الأزل هي أيضا إلى الأبد وهتستمر إلى الأبد ولن يأتي وقت يكون فيه الله بدون محبة فهي منذ الأزل وإلى الأبد دي سمات محبة الله دي سمات محبة الله لكن كمان محبة الله محبة مقدسة مش مفسدة زي ما قلت أنه أنه مرات كتيرة فيه محبة بتبقى مفسدة المحبة التي لا تعاقب محبة مفسدة المحبة التي لا تؤدب ولا تربي محبة مفسدة يعني فيه مثلا ممكن تروح تزور أحد في البيت وتبقى قاعد وابنهم الصغير اللي عنده خمس ست سنين يقاطع أبو في الكلام يتريأ على أمه وهم معتقدين أنه دي يعني تس كيوت يعني ده حاجة جميلة يقاطع الضيف في الكلام يتريأ على كل الناس ما يبطلش كلام ما يسمعش الكلام وأهله لأنهم بيحبوه فسايبينه هذا الشخص لما يكبر محدش يحتمله لأنه مش مؤدد لأنه مش متعلم إمتى يصمت وإمتى يتكلم لأنه مش متعلم احترام الكبير لأنه ما تعلمش من صغره أنه يحترم الكبير زمان بالزمان قوي يعني نحن الواحد مش كبير قوي لكن زمان كان لما بابا يدخل القوضة والواحد قاعد مستلق على السرير كان يقوم يقعد مش لأنه خايف من أبوه تحتراما اتعلمنا كده اتربينا على كده مش ممكن مثلا أبقى قاعد جنب بابا وحط رجل على رجل معين ممكن عملها بس لأنه تربينا على احترام الكبير تعلمنا أنه لما الكبير يتكلم أنا أسمع وتعلمنا نحن ما نقطعش حد في الكلام خليه ياخد فرصته لحد ما يكلم وتعلمنا نحن يعني أمور تعلمناها ويمكن كان فيه تمن دفعناها عشان نتعلم الأمور دي أهلينا كانوا مربيين صالحين مش مربيين مفسدين محبتهم كانت محبة مقدسة بحسب استحسانهم أنا مش بقول أن هم كاملين لكن بحسب استحسانهم ربنا لكن أما تروح بيت وتلاقي فيه طفل بتصرف هذا وبتكلم وبيقاطع الكل و أنت نفسك بتخرج من البيت ده تقول في نفسك الطفل ده مش متربي طفل ده مش متربي عش كده محبة الله النقطة التالتة مهمة جدا محبة الله مقدسة لأنه قدوس فمحبته نقية مقدسة كويس هي تبغي دائما قداستنا محبة الله يهمها مسعتي يهمها قداستي الله مش موجود علشان يسعدني الله موجود علشان يقدسني لأنه لما أتقدس أنا هكون إنسان كويس عش كده يقول مقدسة إياها بغسل الماء بالكلمة بيكلمني عن الكنيسة إنه زي محبة المسيح للكنيسة للمؤمنين ها إنه بيغسلهم بالكلمة علشان نكون مقدسين لكي نشترك في قدسته لكي نكون نكون زيه مثله عشان كده يا بخت الطفل اللي بتربى في بيت بيعرف يحب وبيعرف يرب بيعرف يحب وبيعرف يقدب وهناك فرق كبير ما بين المحبة المفسدة والمحبة المقدسة عش كده صفة الرابعة يكلمنا عن محبة أزلية محبة أبدية محبة مقدسة لكنها كمان محبة لا تتغير لأن الله لا يتغير الله لا يمكن أبدا أن يتغير كويس عش كده يقول ميخا في أصحاح سبعة عن رب من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه يعود يرحمنا يدوت آثامنا وتطرح في أعماق البحر جميع خطياهم تصنع الأمان ليعقوب والرأف لإبراهيم التي حلفت لأبائنا منذ أيام القدم يعني يا رب أنت لا تتغير في وعودك لا تتغير في صفاتك لا تتغير لا يتغير أبدا الله في محبته لا يتغير مش زي الأليه الأخرى أنه تمكرون والله خير الماكرين لا 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 هو لا يتغير أبدا هو صالح محب رحيم عادل بار كدوس ديان لا يتغير لا يتغير في طبيعته ولا يتغير في صفاته هتقول لي أما ليه يعني يقول الكتاب وندم الله ما إذا كان الله بيندم ويحكلمنا عن الآيات دي مرات ومرات إذا كان الله بيندم فمعنى الندم إنه غير رأيه لم يقول إنه تأسف الله كويس أو ندم الله لا يعني إن الله غير رأيه لكن يعني كلمة تأسف الله يعني حزن في قلبه إن الله حزن إنه عمل الإنسان ما كانش ده الغرض اللي من أجله الله خلق الإنسان لكن في نفس الوقت الذي يغير موقف الإنسان هو الإنسان نفسه إما إنه يختار الحياة فيحيا أو يختار الموت والخطية فتكون نهايته الهلاك كويس الله لا يريد أن يميت الشرير الله لا يريد أن يميت الشرير في محبته لا يريد أن يميت الشرير بل أن يحيا ويخلص لكن أنا اللي بختار أنا اللي علي الاختيار رب يفتح عيوننا وعيون كل الذين هم بعيدين عن شخص المسيح فيختبر محبة الله في المسيح يسوع طيب أجي إلى نقطة أخرى مهم يعني يعني إيه بردو محبة الله يعني محبة الله أزلية أبدية مقدسة يعني لا تتغير لكن إيه التعريف اللي ممكن يتحط اللي يسهل لي أني أفهم محبة الله على فكرة أوقات كتيرة دايما أقول العبارة دي من أصعب الأشياء اللي ممكن الإنسان يحط لها تعريف هي الأشياء المتعود أنه دايما يستخدمها يعني دايما أقولهم يعني بر الله يعني كي مثلا واحدة من الأشياء التعبيرات اللي احنا يعني إيه الفداء يعني إيه الكفارة التعريف تعريفها إزاي أنت تحط لها تعريف ما هي محبة الله وكيف نعرفها محبة الله ببساطة هي ممارسة صلاح الله تجاه ناس خطاء الله بطبيعة صالح فبيمارس His goodness صلاحه يمارس صلاحه تجاه ناس لا يستحكون هذا الصلاح فمحبة الله هي ممارسة صلاحه تجاه أناس خطاء أعطاهم ابنه الوحيد لخلاصهم والآن هو يحضرهم لمعرفته وللتمتع بالشركة معه يبقى محبة الله تقود الإنسان مفروض تقود الإنسان إنه يعرف الله ويتمتع بالشركة مع الله 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 بيمارس هذا الصلاح اللي ما قولك الإنسان ده يعني مليان خير كلمة كلمة صلاح بمعنى خير جود جودنس هي إن الله بيمارس خيره بيمارس ما في طبيعته من جود وصلاح تجاه ناس لا يستحكون هذا الصلاح وأنه أعطاهم ابنه من أجل عدم استحقاكهم بالرغم من عدم استحقاكهم إنه يسوع المسيح جاء إلينا وخلصنا والهدف من ده كله إن إحنا نعرف الله ونتمتع بالشركة معه ده ببساطة يمكن أنا عقدت الأمر شوية بس دي الحقيقة دي محبة الله لينا خير ورحمة يدبعاننا كل أيام الحياة طيب أجي إلى محبة الله هي ممارسة صلاحه لما قولنا محبة الله هي أن الله يمارس صلاحه يقول كده المزمور في مزمور 145 وعدد 9 وعدد 15 كويس يقول إيه الرب صالح للكل الرب صالح للكل ومراحمه على كل أعماله أعين الكل إياك تترجى وأنت تعطيهم طعامهم في حينه الرب صالح للكل وعمر الرب ممنع صلاحه عن الإنسان المشكلة إنه الإنسان هو اللي بيكحد ويبعد وينكر وممكن كمان إنه يعني يجدف على الله لكن الرب صالح للكل لأنه طبيعة الله هي صلاح كده لما جيه حد سأل الرب يسوع أيها المعلم الصالح والمسيح قال له لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالح إلا الله مش بينفي عنه الألوهية اليهودي يعلم جيدا أن الوحيد الصالح هو شخص الرب هو يهو الإنسان غير صالح وكان يسوع بيقوله هل أنت فاهم هل أنت فاهم لو أنت يهودي فاهم الصالح الوحيد هو الله وحده وكونك أن أنت بتقول لي أيها المعلم الصالح هل أنت فاهم أن أنت بتنسب لي وبتقول عني أن أنا الله المتجسد الرب صالح للكل كمان يقول لنا في إنجيل لؤ وعدد أصحح 6 وعدد 35 فأنه منعم على غير الشاكرين والأشرار ربنا منعم على غير الشاكرين والأشرار لما بيبعت المطر المطر ما بيفرقش ما بين بيت إنسان بيشكر رب وما بين بيت إنسان بينكر وجاحد وغير شاكر ما بيعملش كده ربنا لما بيشرك شمسه الشمس ما بتفرقش ما بين بيت شخص مؤمن وما بين بيت شخص غير مؤمن فهو منعم على غير الشاكرين والأشرار طب ليه هو منعم على غير الشاكرين والأشرار حتى يدركوا جود الله وصلاح الله فالجود الله وصلاح الله ممكن يكون بيدفعهم إلى إنهم ياخدوا خطوة إيمانية في علاقتهم مع ربنا يعني الصدق دي والتفكير بعمق ممكن تقودوا إنه أنتوا عارفين أنا مش أفضل من غيري أنا كان ممكن أبقى أسوأ أنا كان ممكن يبقاش عندي كل ده أنا كان ممكن أبقى مريض صحيا أنا كان ممكن إن أولادي يبقوا بيأخذوا مخدرات بس ده كله من جود ربنا من صلاح ربنا علي ويبدأ الجود ده المفروض يعني ده ده صح إنه الخير اللي في حياتك إن أنت تسترجع إلى مصدره الأساسي وهو شخص الله إنه كل ما في حياتنا من بركات ونعم هو مصدرها هو مصدرها إحنا إحنا أباء غير صالحين دي الحقيقة لكن لما أولادنا يطلعوا كويسين أقول ده عمل الله في حياتهم مش لأنني أفضل من الناس تانية لكن ده عمل الله ده جود الله ده خير الله يعني الشكر نعمة 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 مش كده ربنا منعم على غير الشكرين والأشرار هو صلاح الله لما أخذ التعريف بقى زي ما أنا قلت إنه المحبة الله هي ممارسة صلاحه كويس فالله بيمارس صلاحه الرب طبيعته إنه صالح تجاه خطاه مفيش حد فينا يستحق الجميع زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد الجميع تحت الدينونة الجميع خطاه من يتبرر أمامك إذا حاكمته لو كل واحد فينا وقف قدام ربنا وربنا هيحكمنا مفيش واحد فينا مهما كان هيتبرر فالله بيمارس صلاحه جود خير تجاه مين تجاه أنا وأنتم جميعنا لأننا خطاه فتعريف فتعريف محبة الله إن الله بيمارس صلاحه تجاه أناس خطاه ليس فينا شيء صالح ليس فينا شيء صالح محبته ليست مؤسسة على شيء فينا محبته بالرغم من يعني في الإسلام الله يحب المؤمن القوي فمحبة مشروطة أنت لازم تبقى كده عشان ربنا يحبك كويس في الإيمان المسيحي محبة الله مش مبنية على شيء فينا محبة الله مبنية على طبيعته وعشان كده بيحبنا بالرغم مما في قلوبنا وفي حياتنا من خطايا وشرور مش علشان نستمر في الخطايا والشر حاشا بل كيما نتوب ويكون لنا حياة عشان كده ده فرق كبير جدا ما بين سورة الله في الإسلام مثلا وطبيعة الله كما أعلنها لنا في الكتاب المؤدس يعني محبة البشر دايما محبة مشروطة أنا بحب فلان لأنه يستاهل كبير لكن محبة الله محبة غير مشروطة هكذا أحب الله العالم لما كانوا كويسين لما كانوا صالحين وأبرار لأ أبدا لكن لما كانوا خطأ حتى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ودي أول خطوة ممكن الإنسان ياخدها إذا أراد أن يختبر محبة الله هي خطوة الاعتراف بأنه لا يوجد شيء صالح في إنه أنا إنسان خاطئ إنه أنا مريض أنا ما استهلش محبة ربنا لكن ربنا حبني وأنا خاطئ عش كده الرب بيذكر شعبه بيقوله هذه كلمات بيقول لشعبه إسرائيل اللي إحنا النهاردة في النيوز على طول بنسمعها ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب مش لأنكم أنتم يعني أعظم أو أفضل أو أضخم من بقية شعوب ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب التسق الرب بكم واختاركم لأنكم أقل من سائر الشعوب بل من محبة الرب إياكم يعني أوعد فكر ده ربنا بيقول شعب إسرائيل كده أوعد فكر في يوم الأيام أنه ربنا بيحبك علشان أنت أفضل ده بالعكس ده هو بيحبك لأنك أقل مش بيحبك علشان اللي فيك ده بيحبك بالرغم من اللي عندك بالرغم من اللي عندك حبي إحنا ما عندناش حاجة نقدمها ربنا ما عندناش حاجة إحنا زي ما بيقول عندنا إشعيا في أصحح واحد من هامة الرأس إلى أخمص القدم كلنا فاسدين الخطيئة أفسادت كل جزء فينا أفكارنا كلبنا علاقتنا كل حاجة أفسادت الخطيئة ليس فينا شيء صالح والله أحبنا إنو مارس صلاح مارس جود تجاه ناس خطاء وايس لكن كمان إلى أي مدى ربنا أحب الإنسان ما ممكن الجود ده يكون خبز عيش ميا رعاية عطايا مادية يعني أنا ممكن قابل واحد مثلا وأظهر جودي نحو بإننا أشتري له مثلا واجبة إننا مثلا أكله إننا أدي له كباية ميا إننا يعني لو عايز أجود عليه بكتير لو مريد أخذه للدكتور واتفعله الفيزيتة بتاعته واجيب له الدواء ده يعني لكن إلى أي مدى الله أظهر جوده نحونا إلى أي مدى وصل وصل صلاح الله نحو الإنسان الخاطئ إلى أي مدى يقول إنه إلى مدى إنه أعطاهم ابنه وحيده من أجلهم عش كده لما يقول هكذا أحب الله العالم إلى أي مدى الله أحب العالم إلى أي مدى ربنا برهن على محبته للعالم إنه يسوع المسيح قد جاء وإنه يسوع المسيح وضع نفسه من أجلنا وإن يسوع ارتدى أن يحمل خطيانا على عود الصليب وإن يسوع ارتدى إنه يصالحنا بدمه ويعيدنا للشركة مع الله ده ده المدى ده المدى عايز تعرف إلى أي مدى ربنا بيحبك انظر في وجه يسوع المسيح وفي عمل يسوع المسيح الكفاري فتقدر تفهم إلى أي مدى انت غالي ومحبوب عشق كده لما نيجي إنه أعطاهم ابنه وحيد لخلاصهم بهذا أظهرت محبة الله فينا لما لما حد يقولك أنا بحبك أنت دايما السؤال اللي بيدور جواك المحبة مش بالكلام أكيد أكيد هتيجي مواقف تثبت إن كان هذا الشخص فعلا بيحبك ولا لا كلام سهل كلام سهل جدا و يعني ملهوش تامن ملهوش تامن لكن المحبة الحقيقية ليست كلاما لكن فعلا في الإيمان المسيحي لما أتكلم عن محبة الله أنا أتكلم عن فعل الله تجاه الإنسان أنا أتكلم عن إزاي الله مارس صلاحه تجاه الإنسان الخاطي بأنه أعطاه ابنه وحيده يسوع المسيح شكدا الآية دي جميلة جدا الآية دي من الآيات اللي فعلا ترجمت المحبة بهذا أزهرت بهذا برهنت بهذا قدم الله برهانه على أنه إله محب أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به في هذا هي المحبة ليس أننا نحن أحببنا الله بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطيانا دي محبة الله دي محبة دي محبة الله شكلها إيه محبة الله بتكون رد فعل لمحبته نحن نحبه لأنه هو حبنا أولا في أكتر من كده في أكتر من كده لكن للأسف قوات الإنسان بيبقى ناكر للجميل وغير شاكر وغير مقدر عش كده ناس كتير لحد النهاردة لم تقبل يسوع المسيح ولم تقبل محبة الله في يسوع المسيح ولم تختبر محبة الله التي أعلنت لنا في شخص يسوع المسيح الحاجات اللي ما نقدرش نشتريها بفلوسنا ربنا بيدهالنا كاهبة كم واحد فينا يستاهل أن يكون عنده أولاد ولا واحد طب دفعنا ايه في ناس مستعدة أنها تدفع كل اللي وراها واللي قدامها بس يكون عندها طفل يكون عندها طفل طب احنا دفعنا ايه في أولادنا ولا حاجة ربنا ادهالنا ادنا أولادنا كعطية من عنده طب احنا دفعنا ايه في خلصنا ولا حكم ربنا هو اللي أعطانا أغلى ما عنده كلمته المتجسد يسوع المسيح يعني وبالرغم من كده الإنسان مازال بعيد عن محبة الله اش كده يقول يحنى تلاتة الآية المشهورة في يحنى تلاتة ستاشر لأنه هكذا أحب الله العالم العالم هو أنا وانتا العالم هنا هو الإنسان هو البشرية أنه هكذا أحب الله العالم حتى بدلا حتى بدلا ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية تكون له الحياة الأبدية الله يريد لنا أن تكون لنا الحياة الأبدية يحكى عنا عن أب وابنه من أفريقيا هربوا من جحيم الحرب والمجاعة أنه هما الاتنين اللي بقيوا من العيلة فالأب خد ابنه وهرب وقعد من بلد لبلد من بلد لبلد لحد لما وصل بالحال إلى إنجلترا وقدم على اللجوء في إنجلترا لكن اترافضت الكيس بتاعته اترافضت وبعد شهر أو اتنين جم أبضوا عليه وعلى ابنه كويس وحطوهم في السجن علشان يعملوله يرحلوهم هو عارف لو ابنه ترحل هيموت هناك وهو عارف لو هو ترحل أيضا هيموت هناك بس هو مش بفكر في نفسه هو بفكر في ابنه إزاي يكون لي مستقبل وإزاي يكون لي حياة جديدة وإزاي يكون في أمان وإزاي يكون في سلام هذا الأب كان مصقف وفي مرة من المرات أرى في إحدى الكتب اللي جوه سجن كويس إنه لو الطفل ده مينور وابنه كان مينور بالنسبة أو ابنه ما وصلش للسن القانوني يعني كويس إنه يعامل كرجل لو الطفل مينور مع أهله مع أبو أو أمه وأمه أو أبوه ماتوا كويس الإبن لا يرحل الإبن يقعد في البلد فالآب بعد تفكير طويل توصل إلى هذه الحقيقة إنه الطريقة الوحيدة لإبني لحياة أفضل هو إني أنا ما كنتش موجود هو إني أموت وفعلاً تاني يوم وجدوا الأب مخنوق أو شانق نفسه ومات على أساس موت الإبن ده موت الأب الإبن قعد في إنجلترا الإبن تربى في إنجلترا دخل جامعات في إنجلترا أخذ الجنسية الإنجليزية وصار واحد من الدكاترة المعروفين في إنجلترا لكن هذا الإبن عرف إلى أي مدى أبو بيحبه إلى أي مدى محبة الآب وصلت إنه ضحى بنفسه من أجل إنه يعطي لإبنه حياة أفضل إن كان الإنسان بيعمل كده إن كان الإنسان الشرير بيعرف أن يعطي أولاده عطايا جيدة فكان بالحري أبوكم السماوي كان بالحري الله في محبته نحونا عشان كده الله أحب الإنسان إنه بزل ابنه وحيده الذي أحبني يقول كده وأسلم نفسه الأجل المسيح أحبني وأسلم نفسه الأجل إلى هذه الدرجة أنا غالي عند الله يريتك ويريتك تختبروا محبة الله لحياتكم الرب يبرككم ونلتقي في حلقة جديدة محبة الله محبة الله محبة الله